السلام عليكم فيديو النهاردة هنتكلم عن خمس اختصارات مهمة في برنامج الاكسل خصوصا للناس المبتدئة في شغل الاكسل اول اختصار موجود معانا وهو التصفح لو عندك شيط اكسل في خمس تلاف موظف مثلا او مئتين موظف تلتونية موظف كتير كده فانت لما تيجي تعمل سكرول كده بدل ما انت بتعمل بالماوس سكرول او بتمشي بيه شريط السكرول اللي هنا ده كده لأ هقولك على حاجة تعملها هتسهل عليك الشغل اضغط على كنترول وخليك معلق صبعك وانزل بزرار الاتجاهات السهم التحت هيوديك لاخر صف موجود عندك سهم الفوق هيطلعك لأول سهم سهم شمال هيوديك لاخر خلية في الصف من هنا من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين كذلك فده كان اول اختصار كنترول واتحكم في اول واخر الشيط بتاعك دي الاتجاهات وانت معلق صبعك على زرار الكنترول او الاختصار رقم اتنين لو انا عندي مثلا الخلية دي فاضية وخلية هنا فاضية وخلية هناك فاضية خلية فاضية كتير في شغلك في النص كده وانت محتاج تحزف كل الخلية دي مرة واحدة يعني الخلية كتير فاضية بالشكل ده وانت محتاج تحزفهم مرة واحدة واقف على اي خلية من الخلية الفاضية دي كده وبعدين اضغط على كنترول جي كده ها هيجيب لك الويندوز صغيرة اللي زارت معنا دي اضغط على الموجودة هنا دي وبعدين نروح على اعلم على اه كلمة ديت اضغط بعد كده اوكي هتلاقيه هو اعلمهم لك بالشكل ده تعال هنا واضغط على كنترول وزرار الماينس اللي موجود في الكيبورد عندك تمام هيجيبها لك بالشكل ده اعلم على شفت سيل اوب قول اوكي هتلاقيه مسح حملك ورحلك الخلايا كلها لفوق الاختصار رقم تلاتة هنتكلم عن انت دلوقتي لو انا بكتب اي حاجة في الخلية دي بكتب مثلا اسماء يعني محمد احمد محمد كده عايز انزل اكتب اسم تاني في نفس الخلية تحت محمد ده لو ضغط انتر بينزلني في الخلية اللي بعدها تمام بالشكل ده كده اهو تضغط انتر هتلاقيه نزلك في الخلية اللي بعدها لأ أنا مش عايزو ينزل في الخلية اللي بعدها انا عايز انزل في سطر تاني في نفس الخليةام اهو لو وسعنا دي شوية كده اهو اضغط على Americans ضرار الانتر مع بعض هتلاقيه نزلي تحت واكتب اللي انا عايزه بالشكل ده خلصت اضغط على ثالث وتاني هينزلك في الخلية اللي بعدي اوه. هنزلك في السطر اللي بعده. وتكتب اللي انت عايزه. الاختصار رقم اربعة مهم جدا جدا جدا. بص بقى. لو انا عندي بالشكل ده كده. والبيانات كلها جاية في خلية واحدة. تمام? وانا عايز انزمها. هحط الاسم لوحده في خلية. واحط العنوان لوحده. واحط الوظيفة لوحده. واحط الكود لوحده. تمام? هاخد اول صف موجود معي. واكتب محمد اسمه. محمد اهو. كده محمد محمد السيدة اهو. والعنوان مكتوب شرق الاسكندرية اهو. تمام? والوظيفة مكتوبة محاسب. تمام? طيب انا هعط بقى امسكهم صف صف وخلية خلية اكتبهم? لا اكتب اول خلية موجودة في اول العمود فوق. تمام? وبعد كده اضغط على كنترول اي. هتلاقي جاب هم لك كلهم. وراء بعد بص. خد ابراهيم محمد محمد حط اهو بعد اي. بعد كده محمود محمد محسن مسلا جابه بعدي اهو. واعملها لك الواحدة. تمام? نفس الفكرة هنا اضغط على كنترول اي. هتلاقي برضو جاب لك غرب وشارق وجاب لك كل العنوين اللي موجودة بعد الفصلة هنا. تمام? نفس الفكرة في الوظيفة كنترول اي برضو هيجب لك الوظائف كلها اللي بعد الفصلة اللي موجودة هنا. او البيان رقم تلاتة اللي موجودة عنها. تمام? فده هيوفر عليك طبعا وقت كتير جدا جدا. الاختصار رقم خمسة واخر الاختصار موجود معنا. تمام? لو انا عندي اهو ممكن نعمل شيء جديد فاضي خالص اهو. عايزين نكتب هنا في اي خلاية من الخلاية دول نحط الوقت. الساعة دلوقتي الساعة كان. اضغط على كنترول وشفت الفصلة المنقوطة او الزرار بتاع حرف الكاف اللي موجود في الكيبورد. هيجيب لك الساعة دلوقتي الساعة. فعلا عشر او واحد وعشرين ديها دلوقتي اهي. فعلا. تمام? ده كده لو انت عايز الوقت. طب لو عايز التاريخ. اضغط على كنترول وزرار الكاف نفس الزرار. هيجيب لك تاريخ النهاردة او تسعة وعشرين اتناشر الفين واحد وعشرين. تمام? طيب فيه حد هيجي يقول لي طب انا عايزهم الاتنين مع بعض في خلاية واحدة. الشكل ده هنا كده. تعالها كده في الكيبورد. واكتب يساوي. ناو. وبعد كده افتح قوس وقفله تاني. واضغط انتر. بص عملك ايه? تسعة وعشرين اتناشر الفين واحد وعشرين. الساعة دلوقتي اتنين وعشرين اللي هي الساعة عشرة يعني وتلت. تمام? وطبعا احنا كتير مننا بيحتاج ان هو يديه في الوقت والتاريخ في الوقت الحالي في الاكسيل. سواء كان عايز تضيفهم مع بعض في خلاية واحدة او كل حاجة فيهم في خلاية منفصلة. توفيق ليكو وسلام.